مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية تحديد جديد نزل للآيفون حبيت أنه أعملكم هي تأخرت لكن حبيت أنه الآن أعملكم هي لأنه بعض التطبيقات حتاجت أنه نعمل هذا التحديد فقبل ما أبدأ شرح كيف رح نحدث تطبيق الآيفون والمزايا اللي جدتي وهي هذا التحديد iOS 16 3 1 أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناة برلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل على كل شي جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل وخلينا ندخل داخل الآيفون الثمانية وأشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث حتى نحدث الآيفون الثمانية لازم تلاحظون بعض الأشياء المهمة إما الآيفون يكون على الشحن أو البطارية فوق الخمسين وشبكة واي فاي قوية ووراها المساحة طبعا كيف رح نشاهد كيف التحديث رح بالبداية ندخل على الإعدادات ندخل على عام تنزل على تحديث البرنامج تتأكد أنه التحديث إيجاك 16-31 قبل ما تعمل تنزيل وتثبيت رح تروح على مساحة التخزين طبعا المساحة قبل أسبوع آني كانت بحدود ال63 آني ما عندي شي فكان في خطأ منعدهم الخطأ الصلح تلقائيا بدون تحديث هذا الشي اللي أقولكم يعني هذا مئة بالمئة آني كان عندي 59 بديت أحذف لكن المساحة بغت فالخطأ ما كان منعدهم الآن رجعت المساحة الشي الثاني اللي رح تلاحظوه أنه هذا التحديث رح يحل المشاكل سيري اللي يشتغل ويا سيري فالمساحة وسيري ورح ندخل بعد نشاهد فيه شي جديد هنا بيه طبعا مزايا للآيفون 14 وإصلاحات أمنية وأيضا إصلاحات لمساحات الآي كلاود أنا رح نحدث بصورة صحيحة مثل ما تشاهدون البطارية عندي فوق الخمسين وأيضا شبكة واي فاي قوية وعندي المساحة كبيرة أروح أحدث وأني مطمئنة أكتب هنا تنزيل تثبيت لتنسون رمز الدخول دائما تذكروا دخطة واحدة حابب أقول لها كل واحد يحدث الآيفون 8 ما عليك من كل واحد يقول لك لا تحدث روح أحدث لأنه شركة آيفون هي اللي تتحكم بنا مو إحنا نتحكم بها أرجع وأكرر فيه متابعين يدخلوني إلى الآن آيفون 15 كنسمعوا بي اليوتيوب إنه ما يصير التحديث لأنه التحديثات ننتظر عليها ومرة بعد مرة بعد إن الآيفون ما يقبل التحديث لازم تحثون إلا على الكمبيوتر وشغلة كل الصعبة نقطة ثانية دائما حاولوا إنه المساحة تكون عندكم كبيرة يعني 7 إلى 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة بالآيفون ليش مساحة غير مستخدمة 7 إلى 10 جيجا بايت حتى ينزل الآيفون بصورة صحيحة أنا الآن عندي مثل ما تشاهدون أدخل على المساحة المساحة بحدود 8 جيجا بايت أو 7 جيجا بايت فهذه المساحة دائما حاولوا تكون عندكم وبالتحديث لازم يكون عندك 7 إلى 10 وبالأيام العادية دائما 7 إلى 10 هذا دي قانون من يزيد المساحة عندك أحذف الصور أحذف فيديوهات تيك توك إذا عالي أحذفه ورجعه ما تشوفون إلا نزلة المساحة هذا الحبي تشرح لكم الآن أنا حدثت راح يطول التحديث بحدود الساعة إلى ساعة ونص وراها مثل ما تشاهدون راح ينتفي الجهاز ويرجع يشتغل ويجيني تطبيق وحدث بكرة حنزلكم تحديث الواتساب بميزات جديدة نزلت تحياتي لكم مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر